حل مشكلة المكالمة على تطبيقك الخاص ميسانجر اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تغطى الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات هنا ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات نقوم بنزول للبحث عن تطبيق ميسانجر في هذه النافذة الخاصة هنا وبعد ذلك نضغط على ميسانجر ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بنزول نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك مباشرة سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الشراك والضغط على الزر لايك ونلتقل في فيديو آخر إن شاء الله